اشتركوا في القناة الخطة ظهير ايسر علي معلول ملاعبي متكون في شبان النادي السفيقسي 2009 يلتحق بفريق الاكابر ويبدى مشوار الظهور وافتكك المكان في التشكيلة الاساسية للفريق مع مرور الاعوان يثبت الظهير الايسر انه عنده مخزون كرة وكبير ويبين مهاراته وخاصة نزعته الهجومية اللي تعتبر من اهم خصاله الفنية مع تنفيذ الكرات الثابتة وضربات الجزاء 2014-2015 علي معلول يخشارة القيادة في السياسيس الكابيتان موسم 2015-2016 هدى في البطولة التونسية ب16 هدف رقم قياسي مسبق لحتى مدافع انجازه علي معلول وبعد التألق لكبير اللي ظهر عليه جلب انتباه عديد الاندية الاجنبية والعربي انذر لخت البلجيك الشباب السعودي وغيرهم لكن عرض الاهلي المصري كان الاكثر جدية ليلتحق بنادي القلعة الحمراء سنة 2016 ليكون اللاعب التونسي الثاني بعد انيس بوجلبي علي معلول بدايته مع النادي الاهلي كانت تسعيبه شوية ووصلت الى حد ان بعض المسؤولين خموا في التفريد فيه لاندية اخرى لكن الملاعب التونسي حط في قلبه ليصبح نجم نجوم النادي الاهلي اي حد يلعب على الالي الوقت بيبقى في صحوبة لهو دفاع هجوميا نعرف يتعامل مع علي مباراة تونس ومصر في رادس كانت فارقة في اقتلاع مكانه الاساسي في تشكيلة نادي القرر علي معلول الدليفري النجم التونسي احسن بك شمال في افريقيا يا بخت اللي عنده علوله علوله